تحيي طيب لكم جميعا أعزائي سأقوم بهذه الحلقة بذكر المقاطع الاستهلالية الأولى التي افتتح بها المفكر والفيلسوف الصيني الشهير لاوتسو كتابه المعروف باسم التاو كتاب التاو ترجم على يد الكاتب والمفكر السوري فراس السواح وفراس السواح من الكتاب المشهورين والمخضرمين في عالم المسيولوجيا وتاريخ الأديان وقد قام بترجمة هذا الكتاب تحت عنوان التاو إنجيل الحكمة التاوية في الصين وبالإضافة إلى ذكر المقاطع الاستهلالية الأولى التي وردت في الكتاب عن لسان لاوتسو سوف أقوم أيضا بتقديم شروحات لهذه النصوص وهي حقيقة ليست شروحاتي على وجه الخصوص وإنما هي شروحات المترجم نفسه في راس السواح أتمنى تدعمونا بلايك وسبسكرايب وانتروني بعد الإنترو لنتابع سوا كتاب التاو كمقدمة سريعة تاريخية عن كتاب التاو يُعزى كتاب التاو إلى حكيم صين غامض السيرة يدعى لاوتسو عاش حياته خلال الفترة الواقعة من أواصل القرن السادس وأوااصل القرن الخامس قبل الميلاد مارس الكتاب تأثير كبير على الحياة الفكري والروحية للصين وهو مكتوب بأسلوب مكثف ومختصر حتى بالنسبة للغة الصينية القديمة اللي انكتب فيها أخذ الكتاب بالانتشار في الثقافة العالمية الحديثة منذ عام 1780 لما تقدم الجمعية الملكية في لندن ترجم إليه اللغة اللاتينية وصرعا ما ترجم للغات التانية مثل اللغة الفرنسية واللغة الألمانية ورد ذكر الكتاب في بعض كتابات الفيلسوفين الألمانيين هيكل وشوبنهاور وانا خلينا نبلش بالاقتباسات الاقتباس الأول يقول لاوتسو التاو الذي يمكن التحدث عنه ليس التاو السرمدي الاسم الذي يمكن إطلاقه ليس الاسم السرمدي الاقتباس الثاني اللا مسمى هو السابق على السماء والأرض المسمى هو أم الآلاف المؤلفة طبعا ذكرت الاقتباسين معا نظرا لوجود ترابط بينهما كما سنرى في شروحات في رأس الصواح لاحقا إذن الأول يقود الثاني والثاني متعلق بالأول بشكل جزري الاقتباسين الماضيين نرى أن لاوتسو يريد بهذه المقدمة التعريفية تقديم إيضاح لما يقصده من نفذ التاو التاو الذي يمكن التحدث عنه ليس التاو السرمدي بمعنى أنه يريد أن يقصد ما لا يمكن أن يوصف بكلمي أو بإسم ولكن لا بد في النهاية من تقديم إسم وكان هذا الإسم هو التاو يقول في رأس السواح أما مصطلح التاو الذي يستخدمه لاوتسو فليس إسما بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما هو إشارة إلى شمولية المبدأ الكل واستحالته على التأطير ضمن إسم فالتاو في اللغة الصينية تعني الطريق ولكن لاوتسو لا يعني بها ذلك الشريط الذي يصل بين نقطة وأخرى على الأرض بل الثابت الذي يؤدي إلى كل حركة فالطريق لا ينتقل من مكان إلى آخر ولكنه يقود الأشياء في تنقلها وحركتها الطريق هو أصل الحركة وفي الوقت نفسه جذرها ثابت كما ويضيف فراث السواح في هذا الأمر يصف لاوتسو بأن التاو ليس كمثله شيء ويقول بأنه وراء الشكل والصوت والمادي ومعنى ذلك أنه لا ينتمي إلى عالم الظواهر رغم حضوره فيه طبعا هنا أنتهي من اقتباس فراث السواح برأي الشخصي أنا لاوتسو يقصد الإشارة إلى المطلق الذي لا يحد ولا يسمى ولا يتم تقيده بكلم أو مصطلح لكن في عالم محاولة التعبير لا بد في النهاية من التقييد والحصر ضمن منظومة اللغات والحروف والكلمات وإلا فكيف يعرف الآخرون المراد شرحوا سوف أعود إلى فراث السواح إذ يقول إذا شئنا استخدام الاسم تاو لا نكون قد أطلقنا الاسم على المبدأ الكل في حالته الكمونية قبل صدور الموجودات عنه بل على المبدأ الكل بعد صدور الموجودات عنه وتخلله فيها في حالته الأولى يرمز الفكر الصيني إلى المبدأ الكل بدائرة فارغة وفي حالته الثانية يرمز إليه بدائرة اليانج يان ففي البدء صدرت الحركة عن المطلق الساكن العظيم فأنتجت اليانج أو القوة الموجبة وعندما وصلت الحركة منتهاها انقلبت إلى سكون السكون أنتج اليان وبهذه الطريقة أنتج السكون والحركة بعضهما بعضا ودار اليانج على اليان فأنتجا العناصر الخمسة الماء والهواء والنار والخشب والتراب ومن العناصر الخمسة نتجت الآلاف المؤلف من مظاهر الطبيعة فالدائرة الفارغة تبقى بلا اسم ودائرة اليانج يان التي أنتجت الكون نطلق عليها الاسم وهذا معنى قوله المسمى هو السابق على السماء والأرض المسمى هو أم الآلاف المؤلفي طبعا من هالحلقة رح اكتفي بهالاقتباسين اتنين الجميلين جدا للفيلسوف لاوتسو ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكين الكتاب موجود ضمن الكتاب حوالي 200 نص من نصوص لاوتسو اللي اعتمتت على تكسيف رؤية لاوتسو نظرته العميقة تجاه الوجود والحياة اذا عجبتكم طريقة الطرح بكمنا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة واكتبولي بالتعليقات إلزابتكم المزيد من نصوص هذا الكتاب الرائع جدا كان معكم مؤسس قناة شعابيب عم بحكي فيها اقتباسات وفكر وفلسفي وشكرا لكم للمتابعة